بالبداية بدي ابدأ معك من التعميم الذي صدر بيوم العطل عن مصر في لبنان والانخفاض هيك الهبوط خمس تلاف ليرة بفرد ضرب يعني من الاربعين الف للخمسة وثلاثين شو تفسيرك لهذا الامر يعني ليش فجأة صدر هذا التعميم شو المقصود منه هل في استدامة لهذا الانخفاض أم هي فترة آنية شو تفسيرك كرئيس لجنة مال وموازنة أصلاً لجنة المال وموازنة بس نوضح للناس أنه ما قال علاقة بالمباشر بالعمل النقدة لكن هي بترقب من خلال وزارة المال بترقب من خلال الوصاية اللي هي تعتبر إلى حد ما عندها وصاية على مصرف لبنان من خلال وزارة المال فيها ترقب هالموضوع لكن خلينا نروح مباشر أنه في استدامة لا ما في استدامة لأن ما في شيء أساسي حصل تينزل تينزل الدولار وتتحسن يتحسن سعر صرف الليرة ما بعدنا رايحين عفراغان لهلأ وضع المالي ما صار بعد اتفاق كامل مع صندوق النقد تنقل قصة الترسيم من أسبوع الماضي خلصت أو نعلنت كان ممكن تعمل تأثيرها اللي عم يحصل خوفي أنا يعني أنه هيدا أمر بالآخر عم يسائب كل آخر شهر إذا منتبه هلأ صرنا على على بواب تشرين التاني فمننزل ومنطلع ما بعرف يعني هيدا العملية إذا عم بتفيد يا المصلحة المصلحة إذا بدك اللي عم بيقوم فيها من مصارف ومصرف لبنان وغيره ويا كمانا بتترفق مع خلفية سياسية اليوم بنهاية العهد إذا كان فيه هنالك من يعتبر أنه بنهاية عهد الرئيس عون تحسين سعر الصرف بيعطي انطباع أنه المشكلة كلها كانت منه يعني هيدا عملة سياسية يعني وراها أنا سميتها بالمؤدمة عملة سياسية وراها لكن اللي فينا نقوله بكل وضوح أنه لا ترتكز إلى مقومات تجعل منها عمل دائم ومستمر يعني هلأ نزل الدولار والليرة تحسنت شو اللي بيخلي تقنيا ماليا سياسيا أنه يستمر هيدا الوضع ما في شي إذا ما حصل الإصلاحات المطلوبة إذا ما صار فيه التحسن المطلوب على مستوى انتخاب رئيس جمهورية تأليف حكومة إلى آخره الإصلاحات اللي مطلوبة من سياسينا يعني برأيك ما فيه ركائز سياسية اقتصادية لا ركائز حتى أبعد من هيك ما فيه ركائز اه اقتصادية مالية سياسية تجعل من استقرار معين بتخلي منه والله إمكانية أنه هيدا الوضع يستمر هذا وضع آني بس وضع طالما وضع آني بعدين اللي بيقدر يعمل تعميم اليوم لأنه اليوم شو عمل مصرف لبنان أو حاكم مصرف لبنان صار بدو يشتري دولار مش هيدا التعميم بدنا نتدخل بالسوق تنشتري دولار يعني عم نكب دولار بالتالي هيدا بدو ينصرف من وين لا هو يعني حصر قصة الدولار بصيرفة بصيرفة مصرف لبنان كان قبل عبر ثلاث شركات ما رح يبيع دولار بس أكثر من هيك التعميم بيقول ما رح يبيع دولار رح نشتري فإذا هيدا عملية الشراء عم بتلم دولار من السوق بالتالي عم يرجع الليرة تتعزز لكن هيدا كمان عم يندفع من مكان ما عم يندفع من الاحتياطي عم يروح من من ما تبقى من الاحتياطي أو من الدولارات اللي لموه أو من بعض الدولارات اللي لموه لأنه بهالفترة اللي مرأيت كان عم بيصير فيه عمليات لم دولارات على كل الحالة السؤال كمان اللي بيطرح نفسه هون وين الحكومة يعني وقت اللي بيكون فيه حكومة سهرانة على الوضع المالي والنقدي كمان هيك أمور ما بتصير بالصدفة ولا بتصير إذا بدك اعتباطيا ولا بتصير من دون تفسير بد يكون فيه تنسيق بالحد الأدنى مع وزير المال مع الحكومة بدل تشرف على السياسة النقدية حسب قانون النقد والتسليف طبعا فيه صلاحية لمصرف لبنان بس فيه إشراف للحكومة من هون الموضوع بده حزر وما واحد يتخذ بالموجات اللي عم بتصير لأنه يا عم تخدم بعض الأحيان مصالح سياسية يا عم تخدم مصالح مصرفية هلات حجمة يعني تنحط بهذا مش شريفة أكتر من هك طيب خليني انتقل أكيد رح نرجع للموضوع المالي والنقدي والموازنة والأوانين ولكن خليني إبدأ من بكرة بكرة الجلسة الرابعة لانتخاب رئيس للجمهورية رايحين بكرة كمان بورقة بيضة ولا في خيارات معينة أو في عندكم تعديل معين على خياركم ككتلة لبنان الأول لا نحكي بصراحة لأن الناس بدأت تفهم وخالينا ما نتخبه لا وراء بيضة ولا وراء مرشح معين كل له كل احترام زميل ميشيل معوض اللي هو وصل لـ 41 صوت بآخر مرة 42 معين اللي هني واللي هدا ما تعرف أنه ما بيوصل للـ 65 بالتالي إن كانت ورقة بيضة بل زلت عرف عم براهنه على اللي عم بيحطه لبنان الجديد وإلى آخرين والفريق كل فريق براهن عشي الفريق اللي عم بيحط ورقة بيضة اللي نحنا منه عم نراهن على اتفاق معين بيجيب 65 والفريق يلي مرشح الزميل ميشيل معوض عم براهن على اتفاق قد يؤدي إلى 65 لكن الثنين اليوم هلا وبكرة الثنين رايحين على الزيت المعادلة يعني لا حدا عنده 65 حيش بقى نتشاطر عباط وحيش كل حدا يطلع يقول أنا كل حدا مترس ورا خبرية عارف سلفا إذا ما صار خرق على مستوى التكتلات والتوازنات الموجودة بيموجب هيدا الدستور اللي هو دستور الطائف يلي مركب نصاب 86 واغلبية الخمسة وستين ما راح فيك تعمل رأي جمهورية أكثر انتو شو بدكن يعني انتو كتلة وصل لك يعني لحظة بس إذا بدي أحكي بالعنوان إنو لبنان القوي والكتلة يلي انتو بتقولوا الكتلة المسيحية القوية ما أنا كنت جاية أحكي فيهم ضغري يعني يعني حلكم حلكم تطرحوا اسم مرشح لا ما هي القصة قولوا بدنا عنا نحنا مرشحين فلان تقل لك شغلي إنو بعدين ترحت مرشح أنت وأبو زيت خيلك ونزلت على المجلس وأخذ ثلاثين أو أربعين صوت أو خمسين صوت وهديك أخذ أربعين وهذا أخذ عشرين إنو نجحنا إنو أنت صرت أخذ بوم بوان يعني إنو بيطلع زي الطرف اللي مقابي لك اللي مختلف إنتو إياه بيقلك برافو أنا ما بقفيني انتقذك وإنت بتقول له أنا وز عينك أنا رشحت حدا هاك بننتخب رئيس جمهورية طيب شو المطلوب رئيس جمهورية شو المطلوب بأزمة متل ما نحنا فيها في شي أهم بكتير من عدل الصوات ما حدا مقتنع باللي عم بيعمله شو المطلوب المطلوب أول شي مواصفات المرحلة شو قبل ما نيجي نقول أنا عندي اسم وفلان عنده اسم مواصفات المرحلة أكتر ما هي من السياسة هي مواصفات مالية اقتصادية نقدية إذا بدك تمثيلية على الراس والعين لازم يكون عنده حضور ولازم يكون اليوم الميثيقية كمانة ممتلة والبدكية بس المطلوب بيصير خرق الخرق كيف بيصير وقت الطيار عمل ورقة رئيسية هالورقة الرئيسية نبرم فيها على كل الكتل تقريبا نيح ياللي قبلوا انه نتحاور معهم هاو دي هاي دي كانت نقلت المطلوب نقلت الموضوع من الخيار الشخصي والخيار إذا بدك انه فلان منيح وفلان مش منيح وفلان هيك فلان والله قريب مننا وفلان مش قريب مننا لمرحلة التوافق بالسياسة على مشروع إذا مش توافق على على القليل تلاقي بين كتل معينة على مشروع يجي هالرئيسي جسده الأهم بالنسبة لقلنا هو الملفات الداهمة اللي عنا إياها عندك ملف الترسيم عندك ملف صندوق النقد الدولي عندك ملف الإصلاحات عندك ملفات تتعلق بموضوع الإدارة إدارة إذا بدك المؤسسات الدستورية كرئيس جمهورية اليوم بحسب دستورنا بده يكون راعي هالمؤسسات الدستورية بده يكون عنده الإدراء هالشخص يلي جاي مقصوصين جوان هو من البداية لقصد يقول لك مصلوب الليلة قبل بكرة الليلة قبل بكرة مننا ومن غيرنا أنه يكون فيه حكي بالمضمون وحكي بجد أنه لا أنت قادر ولا أنا قادر طاعة نشوف كيف بدنا نعمل حتى نتواصل يعني أنتو فاتحين الباب على الحوار والتوافق شي طبيعي على اسم توافق مش اسم توافق شو لك على هلأ شرحت على مواصفات على مواصفات مرحلة بس أستاذ إبراهيم الناس الناس بده اسم يعني دايما بقعال ما هذا الاسم بده يجسد مشروع بس الاسم بيحمل مواصفات يعني الاسم مواصفاته منه فيه يعني لما بتقول إبراهيم كنعان مفهوم شو مواصفاته لما بتقول إكس مفهوم شو مواصفاته ذكرت لك المواصفات اي بالإضافة هادي المواصفات عمين بتنطبئ عمين بتنطبئ عمين بتنطبئ هادي ما بينكب هلأ هاك الموضوع هادي بدي نبحث بين الكتل بشكل جدي طا إذا إذا افترضنا بس أنا اللي بدي أقوله هذا الكلام الصريح أنه لليوم ما وصلوا الأطراف السياسية باللبنان لهذه الأناعة يلي أنا عم بخبرك إيها هلأ بعضهم عم مترسين كل حدا ورا فكرة وعرفين تماما أنه في عجز أنه هادي الفكرة توصل طيب خليني إسألك شغلة افترض أنه آآ صاروا لكل جاهزين آآ يحكوا ها طيب بقلولك في فريق معي يلبيلك أنا عندي ميشيل معوض فريق تاني بقللك أول شي طرح سليم قدي بعدين هلأ حيطرح اسم تاني انتو ايه بس هذا مش عمل جاهزي لحظة انتو هل إذا صار بحث بأسماء هل عندكن اسم جاهز يما بعدكن كفريق متخبطين عم تخبطوا ورا الورع البيضة لأنه ما قادرين تتفقوا لا 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 عسليمان فرنجي وما قادرت أن نعوهم يا حبيب اليوم عكسها تقول لك تشيلك من هالخبرية الفريق اللي لأنه أنا بكرة هحكي هلأ بهذا المنطق بس مشبورين الفريق اللي مرشح الزميل ميشيل معوض والفريق اللي قريب منه أو يعني خلينا نقول انه من المعارضة اللي عم بحط لبنان الجديد أو عم بحط اللي هن فوق العشرين باعتقاد ناية طيب هن جينا نحنا هن كمان ما عندون الأكترين جينا نحنا خي فريقنا رشح لنقول إكس من الناس وفريق التاني يلي مش قابل بهذا الإكس تنقول فريق المردة أو غيره أو فريق الرئيس بري رشح اسم تاني بتكون تخبط رئيس ما قل لي لا شوف بتكون عملت شي الخبرية مش خبرية فولكلور وديكور نتخبى وراه أنا بتخبى ورا الورقة البيضة وغيري بيتخبى وراه وراه مرشح ومنقعد كل النهار نحط هالناس بالنص وقص راسهم